نتكلم معاكو عن جزئية مهمة جدا 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 في النظافة هي الحيطان الحيطان يمكن من أكتر الأماكن اللي بتقلق ست البيت جدا لأنه خاصة لو الحيطة مثلا بيدة أو فتحة وعندك أطفال حلوين ربنا يخليهم يعني مرسوا مهامهم الفنية شوية على الحيطة يعني فبيبقى الموضوع صعب جدا حتى من غير ما يبقى فيه أطفال شوية بيبقى الحيطان البيضة بتتوسخ بسهولة جدا حد حط إيده وحاجة وانت ماشي بيها يعني جات على الحيطة فبتبقى الحيطة البيضة من أصعب الحاجات اللي بتبقى شوية في البيت مش سهل إنها تتنظف النهاردة هقول لكم كده مجموعة من الخطوات نعملها علشان ننظف الحيطان طبعا أنا بتكلم على الحيطان اللي أصلا ينفع تتغسل لأنه طبعا فيه أنواع من البويات مش بينفع تتغسل وليتحط عليها مية عشان ممكن تشقق احنا بنتكلم على الحيطان البلاستيك اللي هي أو البوية بتاعتها بلاستيك اللي ممكن تنظف فيها أولا لازم تلبسي حاجة في إيديكي لأنه موضوع الحيطان ده بيقطع الإيدين فعلا وبيخليها نشفة جدا فبتبقى الموضوع مش قلطف حاجة دي حاجة فأول حاجة لازم تعمليها تلبسي حاجة في إيديكي بعد كده هتغطي كل الفرش أو العفش اللي موجود حوالين الحيطة علشان شوية اللي بنعمله في الحيطة ممكن يبل الدنيا حوالينا شوية فبتبقى الدنيا مش عايزينها ربوز أو مش عايزينها تبقى عليها مية المفروشات فبالتالي حتطل عليها مش كويسة وده اللي الكلمة فيه قبل كده على مدار الحلقات اللي فاتت هتجيلي بقى الزعيفة بتاعة الحيطان مقشة عندك مكنسة كهربا التيوب بتاعتها أو الحاجة اللي بنشيل بيها التراب دي هتشيليها من على الحيطان هتشيلي كل بواقي التراب اللي موجودة في الكورنرز بتاعة الحيطان أو بتاعة السقف وبعدين هتجيبي طبق جردل أيان كان بقى المسمى يعني هتحطي فيه مية دافية وهتحطي فيه كباية خل وهتحطي فيه صابون سيل أو ممكن تبديلي الكباية الخل ببيكنج سودا هتحطيها في المية وهتجيبي سبونج سفينجة هتنعيها شوية في السيل ده وتبدأي تعملي بيها الحيطان بس تخلي الحيطان شوية عليها الخليط ده علشان تبقي ضمنه انه كمان شوية لما تشيليها البقعة دي تتشال في بعض البقعة طبعا من على الحيطان مش هتتشال من أول مرة ولكن بقدر الإمكان حاول تقرريها مثلا مرتين تلاتة كده وبعدين هتجيبي طبق تاني فيه مية دافية نظيفة ما فيهاش أي حاجة وتبدأي تجيبي قماشة نظيفة أو فوطة نظيفة ويستحسن يبقى الموضوع تبقى الحاجة اللي هتنظفي بيه دي قطن أكتر من أنها تبقى بوليستر أو أي حاجة وهتشيلي كل المسحوق اللي انت حطتيه ده على الحيطة بس تشيليه كويس قوي علشان ما بقاش فيه بواقي على الحيطان فبالتالي يبقى احنا ما ملناش حاجة وما نضفناش البيت كويس وبعدين هتشيلي كل الحاجات اللي انت حطتيه على الحيطة المسحوق ده كله وتقرر الموضوع شوية مرتين زي ما قلت علشان تبقي ضمنه أنه كل حاجة بقت كويسة وبعدين هتجيبي حاجة تانية نضيفة أو فوتة تانية نضيفة وهتتمسح بيها بقى وخلاص وتسيب الدنيا تنشف شوية وتبقي ضمنه أنه فعلا الحيطة اللي انت نضفتيها قبلة للغسيل لأنه دي نقطة مهمة جدا جدا جدا